اشتركوا في القناة وفي الرواية أن قال الله عز وجل لسميا تمنى فقال سميا أتمنى أن نرى ولا نرى وأن نغيب في الثرى وأن يصير كهلنا شابا وفيها أن لبى الله عز وجل لسميا أمنيته وأسكنه الأرض له ما يشاء فيها وكما قلنا للأمانة مشاهدين الكرام فهذا السياق قد يكون من الإسرائيليات فإن الإسرائيليات هي الأخبار والروايات المنقولة عن بني إسرائيل وحكم هذه الإسرائيليات أنها لا تصدق ولا تكذب لقول رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقيل إن أول من سكن الأرض هم الجن من خلق الله عز وجل لكن أتت أمة من الجن بدلا من أن يداوموا شكر الله تعالى على ما أنعم عليهم من النعم بدلوا ذلك وأفسدوا في الأرض بسفكهم للدماء فيما بينهم وقتلوا بعضهم بعضا فجاءهم عقاب الله تعالى حينها أمر الله عز وجل الملائكة بغزو الأرض فقتلت الملائكة من قتلت من الجن وشردت من شردت منهم وفر من الجن نفر قليل اختبأوا في الجبال والجزر وجاء الجن إبليس لكي يشفع لهم عند الله عز وجل وقالوا يا أميرنا إن لك مكانة بين الملائكة وأنت من المقربين إلى ذي العرش سبحانه جئنا لتشفع لنا عند رب العالمين فقد حل بنا العذاب والهلاك قيل إنه قال لهم لقد أفسدتم في الأرض وسفكتم الدماء فحاق بكم غضب الله وعقابه بعد حرب الملائكة للجن في الأرض أراد الحق سبحانه وتعالى بعد أن أنزل عقابه على من كانوا يسكنون الأرض من الجن وأفسدوا جزاء أعمالهم أراد سبحانه أن يستبدلهم بخلق جديد يكونون خلائف في الأرض فبعث الله عز وجل جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني فرجع جبريل ولم يأخذ منها شيئا وقال ربي إنها عاذت بك فأعذتها فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها فرجع فقال كما قال جبريل فبعث الله عز وجل ملك الموت فعاذت الأرض منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره فأخذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداء من المرتفعات والسهول ومن الأرض الخصبة ومزجت التربة بالماء وأصبحت طينا متماسكة فلذلك خرج بن آدم عليه السلام مختلفين وبعد أن سكنت البراكين وهدأت البحار وتشققت الأنهار وتفجرت مياه الينابيع العذبة ودبت الحياة على الأرض بالمخلوقات مخلوقات الله عز وجل من طيور وحيوانات مختلفة الأشكال تهيأت الأرض لاستقبال أول إنسان أخبر الله عز وجل الملائكة الكرام بأنه تعالى سيجعل في الأرض خليفة فقالوا سبحانك ربنا أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن الذين نعبدك ونسبح بحمدك ونقدس لك يقصدون كما أفسدت الجن من قبل فاجعل خليفة منا نحن الملائكة فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطيعك نطيعك ربنا فيما أمرتنا فقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون ولا شك أن الملائكة ما أرادت أن تخالف أمر ربها ولكنها توسلت إليه وطلبت طلبا لكن أجابهم رب العزة تعالى إني أعلم ما لا تعلمون ولما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام قبل أن ينفخ فيه الروح مر به إبليس وكان أشدهم منه فزع فكان يمر به فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار ويقول لأمر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لإن سلقت عليه لأهلكنه فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال تعالى للملائكة إذا نفخت فيهم الروح فاسجدوا له جاء ذلك في قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قال الله سبحانه وتعالى ما منعك يا إبليس أن لا تسجد حين أمرتك فقال أنا خير منه لقد خلقتني من النار وخلقت آدم من الطين إنه مخلوق من الطين والنار أفضل من الطين قال الله تعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين فقال إبليس ربي إني لم أقصر في طاعتك وعبادتك أمهلني يا ربي أمهلني إلى يوم الدين أنظرني إلى يوم يبعثون قال عز وجل فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلومة جاء تفسير في بعض الأحاديث أن إبليس خاطب الله عز وجل فقال وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال ربنا تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فأهبط الله عز وجل إبليس من الملأ الأعلى وحرم عليه أن يسكن الجنة فنزل إلى الأرض حقيرا ذليلا مدحورا مذموما متوعدا بالنار والطرد من الرحمة ونسي إبليس اللعين أنه عصى رب العالمين وتكلم بكل حقد وكبر وخبث ولسان حاله وداعا يا من كنت يوما سكني وداعا وداعا ممن كان صادقا بالأمس وأصبح اليوم سيد الكاذبين وأراد إبليس أن ينضم بن آدم إلى حزبه اللعين ليأخذهم إلى ناره إلى جهنم وبئس المصير فقال ثميا إلى أهله من الجن أيها الجن إبليس يمنيكم الأمانية الكاذبة ويخدعكم وقد حكم الله عز وجل عليه بالطرد واللعن ومصيره جهنم هل تريدون أن يكون هذا مصيركم أفلا تعقلون ولكن هناك من الجن أتباع إبليس العين وأخذ أتباع إبليس من الجن يتزايدون ولا يعصون له أمر قال ربنا سبحانه وتعالى وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وبالفعل أغرى إبليس آدم وحواء وكان سببا في إخراجهما من الجنة أعلن الشيطان عن خبث عداوته لبني آدم إلى يوم الوقت المعلوم فبدأ يزين لهم المعاصي والخطايا ويغريهم بالمحرمات والخبائث ويأمرهم بالسوء والفحشاء فانخدع بذلك أكثر الناس ووقعوا في تلك المعاصي والمحرمات فاللهم أعذنا من الشيطان الرجيم ومن مكره ووساوسه وغوايته وتزيينه فالله ربنا عز وجل أعلم بما يكون من ذلك ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته